مرحبا واهلا وسهلا بكل متابعين حل السورية عائلتي الحلوة دائما منورين من اي بلد عم تتابعوني وباي وقت اشتقت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو جديد الفيديو اليوم رح يكون روتيني ان شاء الله يعجبكم وتاخدوا منه افادة وتتسلوا معي بس قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا تحطوا لي لايك على الفيديو وتشاركوا مع كل اصدقائكم حتى تكبر عائلتنا الحلوة باسرع وقت يلا قربنا لحتى نوصل لعشرة الاف مشترك بدي همتكن يا احلى عائلة بكل الدنيا منقول بسم الله الرحمن الرحيم ومنبدأ مع بعض اليوم ان شاء الله يكون خير علينا دنيا واخرة اليوم كنت صاير معي بداية جريب فكل شي رح تشوفوه بالفيديو من ترتيب الفطول للغدا لكل شي كان عبارة عن روتين سريع بس كان عندي غسيل لازم اقوم اسايف فطول لعائلتي لازم اطبخ ما عندي غدا فحبت اني انجز بهذا اليوم رغم التعب والمرض اتحديت حالي وتحديت كل شي وخلصت شغلي الحمد لله وانجزت يعني شي منيح فالحمد لله على كل حال اهم شي انه لما فيه تعباني ما نستسلم للتعب والمرض ولا اي شي لا لازم نصير اقوى ولازم نقوم ونتنشط ونعيش اليوم بكل همة بكل نشاط بكل فرح اليوم رح اجاوب على بعض اسئلة المتابعات وان شاء الله بكل فيديو رح نشغل على الروتين مشان تتسلوا وبنفس الوقت منحكي ومندردش باسئلتكن واستفساراتكن فايا صبية عنده سؤال تكتب لي اياه بالتعليقات هاي الصبية كانت عم تسألني انه مالك حبة تجيبي بابي جديد لعائلتك هلا اول الشي يلي ما بيعرف انا متزوجة وعندي صبيين الكبيرة عمره 13 سنة والصغيرة عمره 12 سنة يعني هن تقريبا على راس بعضهم ادعى الشهر بينهم حتى مو سنة كاملة الله يحميلي اياهن والله يحميلكون كل حبايب قلبكن يا رب ومن اربع سنين حملت ببنت وعالشهر الثامن توفت لانه كنا لسا عبي حلب وهديك الفترة كنا بالحصار فما كان فيه لانه ادوية ولا كان فيه اطباء نروح لعمدن ما فيه علاج ما فيه شي ابدا فكانت تجربة قاسية كتير علي من كل النواحي الحمدلله فحاليا الحمدلله مكتفية بهدول الصبيين الله يخليلي اياهن اخدين كل وقتي وكل حياتي وكل تفكيري عب اهتم بدراسة كتير عب اركز عليها ومتل ما بتعرفو عب بأسس لبيت جديد بعد ما طلعت من مدينتي فحاليا انه حاب باخد استراحة شوي واهتم بعيلتي وان شاء الله مع الايام اذا رب العالمين طعمني فالحمدلله على عطا ورضا وحمدلله على كل حال طبعا انا لستعتني صغيرة يعني عمري 27 سنة فلسه ان شاء الله اذا الله عطاني عمر معي وقت الله يطعم كل حدا مشتهي والله يهني كل حدا بعيلته في صابية تانية عبت قلي انه ليش ما بتحكي عن اختك اللي هي بتكون سلفتك طبعا انا حكي بفيديوهات سابقة انه انا واختي متزوجين ولا دعمنا فرحني خواتوا سلايفوا عايشين هون مع بعض بنفس المدينة وزواجنا كمان بشتغلوا مع بعض قبل ما اكمل حديثي متل ما شفتوا انا ساويت فطور لعائلتي لانه عندي اهم شي انه اؤمن عليهم ان انفطروا بعدين جلات الجليات ورتبت المطبخ اليوم ان شاء الله بدي اطبخ فاصولية حب الله هون معي ربع كيلو فاصولية رح انقعها بمي داتية يعني لازم ننقع اقل شيء ثلاث ساعات اربع ساعات قبل السرق يعني ستبيم اعلاف سرا موسيقى موسيقى حبيت عايشتكم معي اليوم من اوله يعني كيف عملنا الفطور وكيف كانوا الخطوات يمكن تاخدوا مني افكار المهم بنرجع لحديثنا هلا صحيح انه انا واختي خوات وسلايف بس بيصراحها هلا اول شي تزوجنا كل واحدة ببيت لحالة وعدت علينا فترة طويلة ان هي كانت ببلد وانا حتى ببلد بس الحمد لله هاي الفترة عايشين مع بعض متل ما قدتلكون وكتير من روح لعن بعض ومنجي يعني ام بحب اللي هي كانت عندي وان شاء الله بالفيديوهات القادمة رح اصور ولادها عند اربع ولاد بيجننوا الله يحميل اياهم يا رب هي اكتر حدا وقف معي بالحياة معنويا وكل شي وقفت معي ودعمتني كتير بقناتي والحديت اليومية اكتر حدا بيدعمني بالقناة وبتشجعني لما بكون عندي احباط عندي يأس مثلا دائما بتوقف معي بتعطيني افكار بتساعدني بكل شي الله يحميها يا رب والله يحمي لكم كل حبايب قلبكن بصراحة بنصدم انه لما بلاقي مثلا انه فيت انتين هن الخوات وسلايف فبيعملوا مع بعض مشاكل من زمان كان مرتعمي جيرانة تخيلوا هن الخوات وسلايف وكانوا ساكنين قدام بعض يعني بالبناية بيوتهم مقابل بعض تخيلوا لأسباب بسيطة يعني مثلا انه الولاد يطلعوا يلعبوا بالبناية فيتقاتلوا مع بعض هاد يضرب هاد يطلعوا الخوات يردحوا لبعض انت لازم اليوم تشط في الدرج ما لازم انا ولادك هنني اللي عبي يوسخوا يعني لأسباب تافهة يعلقوا مع بعض وعدت عليهم فترة طويلة صاروا الاخوة والخوات ما يحكوا مع بعض الباب بالباب وما يسلموا على بعض الحمد لله رب العالمين احنا ما عنا هيك شي يعني انا واختي دائما منوقف جنوب بعض بكل شي انا بمرضي بتجي لعندي على البيت بتنظف لي بتطلع لي على ولادي وعد كانوا صغار هلا هي مثلا بتتعب بتعب ولادة بتجي لعندي بجيب ولادة لعندي بروح بنظف لبيتها دائما منوقف جنوب بعض بكل شي الحمد لله ما عندي هيك شي وبصراحة ما بوقف عن قصص عادية فالله يهدني الجميع يا ربي حياته وبنصدم بصراحة لما بسمع انه الناس ممكن يعملوا خلافات ممكن يقسوا قلبهم ممكن يعملوا انه يبطلوا يحكوا حتى مع بعض لأسباب عادية ما لازم نوقف عندها فالله يهدي النفوس احسن شي هلا متل ما واضح معكم انا سلقت الفاصولية اخد السلقة معي تقريبا ساعة وبعد هيك قليت البصل لحتى الدبلات وحطيت اللحمة وحطيت للملح وبهار وبعد ما استويت اللحمة حطيت مع لقتين كبار دبس بنادورا حبيت اني اعطي تشويح على دبس البنادورا مع اللحمة هي طريقة خبرتني عن نصبية وجربتها بصراحة عطي الطعم كتير طيبة وبعد هيك بضيف المي حسب الرغبة طبعا وبعد ما تغلي المي غلوتين وتعقل دبس البنادورا لان انا ما اضفت بنادورا اذا انتي ضفتي بنادورا بتعطي كمان طعمي اطياب بس نحنا ما متوفر عنا بصراحة هلا بنادورا يعني الا قليل وما بيكون فيها مي ابدا بشان هيك نحنا بالشتاء بنستخدم دبس البنادورا بنستبدله بالبنادورا العادية طبعا هاي الكمية كتير كبيرة اذا انتي عالتك اربع اشخاص او خمس اشخاص بكفي انك تسلقي كاسة فاصولية واحدة بس انا في حدا هون جانبنا بيحبه كتير فرح اسكبله بشان هيك انه ساويت كمية كبيرة ورح اطبخ جنب الفاصولية برغل بشعيرية انا بحبه كتير كنت رح اساوي رز بس قبل بكم يوم كنت طيب خارز فقرت لحال انه تغيير شكل بصير رز او برغل اول شي بحمص الشعيرية وبعدين كمان بحمص البرغل معه بيعطي طعم كتير طيبة هلا حطيت له المي والملح وماجي شوفوا لازم نوقع في المعلقة هيك ما تميل ابدا هيك معناها انه المي مالة كتيرة ولا عليلة وهلا هون صار غداي جاهز اكل كتير سهلة وسريعة وبنفس الوقت مفيدة ان شاء الله كتبولي بالتعليقات انه انتو بتطبخوها مثلي بنفس الطريقة ولا كيف عطوني افكار ان شاء الله تعجبكم طريقتي وبتستفادوا منها واذا جربتوا ان شاء الله صحوا الف هنا على قلوبكم جميعا هلا اسمعت انه في ناس بيسلقوا لحمة وبطبخوها بمية سلق اللحمة في ناس مثلا بيسلقوا فروج وبيطبخوها فيه ما بعرف يعني سبحان الله هو الناس ازواء بس انا حسيت انه هاي الطريقة كتير سهلة وسريعة لانه متل ما خبرتكن انا كنت شوي تعبانة فما بعرف كتبولي انتو بالتعليقات انه انتو كيف بتطبخوها وبنفس الوقت اذا جربتوا شي مرة وضفتوا الفاصولية البيضة لشي طبخة لانه متل ما بتعرفوا الفاصولية البيضة كتير مفيدة فخلينا نستغل شي مفيد باني نطعمي لأولادنا وبعد الغدا مباشرة بجلي الجليات وبرتب المطبخ وبلايف المرمرة والغاز والطاولة وبكنس الارض وبخلص كل شي واذا كان عندي علب لازم اليفهم عندي اشياء لازم ارتبهم بيكون جمال جابهم معو فبساوي هاد الشي وبعدين بصير وقت الراحة ووقت الرواء ولهون وصلت معكن لنهاية الفيديو وصلنا مع بعض لفقرة اسماء المتابعات حبيبات قلبي الاسم الاول معي زينة مؤياد اهلا وسهلا فيك حبيبة قلبي نورتي بين عيلتك ومعي كمان نير مين هي من المتابعات من اول ما فتحت القناة اهلا وسهلا فيك حبيبة قلبي دائما من نورة ومعي كمان هيبة اهلا وسهلا فيك حبيبة قلبي نورتي بين عيلتك واذا حابين يطلعوا اسماءكم بفيديوهاتي القادمة خبروني بالتعليقات وطبعا لازم بعد نهاية يوم متعب انه نكافئ نفسنا بشي نحن منحبه فكتبولي بالتعليقات انه انتو بنهاية اليوم شو بتعملوا بقعدة الرواء بصراحة انا ما عندي شي احلى من اني اساوي فنجاني الاهوة وابرك اكتب شي خاص بشغلي او شي انه صار معي اليوم اخدت منه حكمة وفرحت فيه زعلت فيه بحب اني اوثق كل شي للذكرى وان شاء الله دائما نتضلوا بألف خير يا رب وسلامات